انطلقت اليوم عمل مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي بدورته الحادية عشر لمناقشة تقنية التكنولوجيا المالية ومخاطر العملات الرقمية نائب محافظة البنك المركزي عادل شركس أكد أن الثورات التكنولوجية تمكنت من استحداث تقنيات عديدة كتقنية البلوكشين إذنها تمثل دعامة أساسية لتحقيق الاقتصاد الرقمي وبينا شركس أن المركزي أنشأ مختبر للابتكار والابتكار التكنولوجيا بهدف إتاحة الفرصة للجميع في المساهمة في تطوير القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية ومن جهته أيضا أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحراني أن الهيئة أصدرت تعليمات لتنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية أصدرت هيئة الأوراق المالية عدد من التشريعات وآخر التشريع كان بتعلق بمنح تراخيص لشركات التداول المحلية للتداول بالعملات الأجنبية في البورصات العالمية وقد صدرت هذه التشريعات لتنظم عمل قيام الأفراد الذين يرغبون بالاستثمار في العملات الأجنبية في الخارج بأنواعها سواء كانت أوراق أو بضائع أو سلع لممارسة هذا العمل من خلال هذه الشركات وتقوم هيئة الأوراق المالية بمراقبة هذه الأعمال بحيث تتم وفق الأنظمة والتعليمات المرعية